خلينا نشوف التقرير التالي تحدث عن الهلال وهسك المدرب الجديد الرضا تام من جمهر الهلال على الهلال الحالي وفيه مدرب جاي كانت مفاوضات معا طويلة ونجحت في الأخير التقرير علينا نزي عن الهلال وهسك قبل فترة وجيزة كان وجود الألماني ثم سدول لقيادة الدفة الفنية للهلال يشكل عائقا كبيرا في تطور الفريق الأزرق كما يرى الكثير من المهتمين بالشأن الهلالي غادر دول وانتهت علاقته بالهلال الإدارة الهلالية تتعاقد بشكل سريع مع تشيكي فانهسك ليكون بديلا لسلفه الألماني يتأخر حضور المدرب للإجراءات الروتينية المعتادة في مثل هذه الحالات وتستعين الإدارة بمدرب الفريق الألماني الألماني هيكو يانونان في بقية مشوار الفريق في بطولة كأس ولي العهد يتبدل حال الفريق وينتعش بروح ومهارة شبابه فرغم افتقاد الهلال لأغلب عناصره لمؤثرة من لاعبين أجارب ومحليين إلا أن الموجودين استطاعوا التفوق على كل هذه العوامل وأخرجوا الغريم التقليدي النصر في الدور ربع النهائي ثم ألحقوا به الاتحاد في دور الأربعة ليصلوا للمباراة النهائية وسط إعجاب وتناء الجميع للمكنوج الهلالي الذي ظهر في ظل هذه الظروف شباب استطاعوا تقديم صورة مذهلة للمنتج الأزرق لكن ثم تأمر بات يقلق الجماهير الزرقاء وهو هل سيبقى حال هؤلاء النجوم بعد إشراف هاسك كما هو عليه الآن؟ أم أن العودة للفريق الأولمبي ستكون أولى قرارات المدرب التشيكي؟ وحتى إن أبقاهم المدرب هل ستكون طريقته الجديدة ملائمة لهؤلاء اللاعبين؟ وهل سيبقون في مراكزهم التي اعتادوا تمثيل الفريق فيها؟ كل ما يأمله عشاق الزعيم هو استمرار هذه الكوكبة مع الفريق للانسجاب والمواصلة التألق لا أن يتم إطفاء شمعة متقدة تقدم الإبداع وتثبت يوما بعد آخر أنها الكنز الحقيقي للموج الأزرق هاسك يأتي ويدرب قبل النهاية أو يتفرج على الهلال الحالي وبعد النهاية يبدأ يتحرك؟ قبل أن أتكلم عن هاسك وصلتني لرسالة من زميل عزيز يوضح لي أنه هلالة طويرق قدم مليونين ونص أو مليون مليونين ونص مليون قبل الشهر وتنازع المديونياتها للأتفاق وأنا أكد أني لم أنقص من حبي وتقدير هلالة طويرق ولا اتفاقية وأخلاصة أنا قلت بس وين هو من الدعم ولا لم أشكك وهلالة طويرق يظل يعني اتفاقي من رأسي إلى أخمس قدمي ولكن أنا وضحت الصورة نشكر طبعا بخالب بالنسبة للهاسك نتحدث عن مدرب صاحب تجربة في المنطقة يعني جميل جدا أنه حقق نجاحات مع أهلي دبي وإن كانت يعني بعيدة نوعا ما ولكن يظل مدرب يعني صاحب سفي محترم الفترة الحالية طبعا في وجود نجم مثل سامي الجابر لا أجد أي صعوبة لدى أي مدرب يقبل أو يقبل تدريب الهلال لأن سامي حقيقة بيوفر له أرضية ومساحة من النجاح يعني مبدئية ودفع معنوية كبيرة جدا لمعرفته باللاعبين وأسلوب وطريقة الطريقة المطلوبة لنجاح الهلال وحدث هذا في مبارايتين مهمات تؤيد أنه يبدأ الآن ولا ينتظر شوي؟ والله شخصيا أنا أؤيد أنه يبتدي بعد نهاي الكأس شخصيا محمد طبعا هو يأتي هسك كمدرب خاط تجربتين مع الأهل الإماراتي الأولى كانت ناجحة بتمييز أحرص فيها الكأس والدوري والأخرى قبل عدة أشهر وخسر نهائي بطولة الخليج مع الشباب الإماراتي أيضا وكانت تجربة غير موفقة له لكن بشكل عام هو مدرب جيد يمكن على فكرة هو المدرب الوحيد اللي يمكن في العالم ما أدري اللي رأس اتحاد بلده وكان رئيس الاتحاد تشيكي ويمكن كان له دور كبير في محاربة الفساد المالي هناك لكن بشكل عام إذا رجعنا للمدرب الآن سيحرج الفريق بصراحة في تطبيق فلسفة التدريبية القادمة في ظل الآن النشوة الكبيرة للهلال سواء من ناحية اللاعبين أو النتائج أنا أعتقد أن أتفق مع سامي في موضوع أن مباراته اللي قد تكون الجمعة بعد القادم في النهاي يفترض أن تترك لمدرب الفريق الأولمبي مع الكابتن سامي وتكون مبارات الفيصلي اللي هي يوم الخميس كمتابعة له على مستوى الفريق بشكل عام وأنتم تتكلمون نحن في شاشة مكسومة جزئين يمكننا نعرض أهداف اليومين الأخيرة وأنتم تتكلمون والله العظيم كلما جاء هدف الأهلي هدف عماد الحسني ولا جاء هدف نواف العابد وتشوف صناعة عبد الرحيم والجيزاوي ولا صناعة سالم الدوسري أنزاكم وقد طالع في الشاشة مع أني شفتها كثر من مرة لأنه للأمانة من أجمل الكور اللي شفنا فيها كورة عرضية رائعة وتروح بسلاسة لرأس الحربة ما شاء الله تبارك الله فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث في برنامج